السؤال بتاع انا عندي كلبي يا ربي هتجد انك انت السؤال ده احنا جاوبناه على فكرة وانتشر جدا على وسائل التواصل واهتم بيه ناس كتير جدا قلت انه لا توجد حالة عداء من الاسلام تجاه حيوان من الحيوانات يعني الاسلام مش جايش انقول ايه ابيض الكلاب مش دي القضاء وقلنا يا جماعة ان سيدنا النبي استخدم ما يسمى بالكلب المعلم كلب المعلم ده كان اللي بيصطط بيه كان ينطلق ها يجيب الفريسة كده ويرجع ومباحث في الفقه بتتكلم عن حكم الاكل من الكلب المعلم وازاي الانسان انه هو يعني يدربه وازاي انه هو يستخدم بلاش دي قلنا قبل كده الاجهزة الامنية في كل بلاد العالم احد اهم ادواتها النهاردة ايضا الكلب المعلم بطريقة معينة على انه من خلال حاسة الشم عند الكلب والنوعية دي ان الكلاب بيدفع فيها ملايين الدولارات عشان بس الناس تبقى فاهمة ان القضية مفيش قضية حرب انا النهاردة لو الكلب موجود في مكان انا عايزة احتفظ بان يبقى عندي كلب مفيش مشكلة ان يبقى الكلب في مكان معين ها شريطة انا هصلي حضرتك اعملي ازدال الصلاة وقت كل صلاة بتلبس الازدال بتاعك عشان تخرج من منطقة الشبهة بين نقض الوضوء وغير نقض الوضوء ولو بتسألي تحديدا دايما الفقهاء اهتموا باللعاب بتاعك يعني هل الكلب نجس هو على اطلاقه مش نجس خالص على فكر لكن القضية قضية ان انا لازم اوظف انا بربي ليه وافهم ان ما فيش نوع من انواع الاستعداء على حيوان معين من الحيوانات